العالم الذي وضع القوانين الحرب وقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها ضرب عرض الحائط بهذه القوانين التي هو وضعها وهنا نتحدث عن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ضرب عرض الحائط بهذه القوانين من أجل أن يحقق الاحتلال أهدافا في عدوانه على قطاع غزة هل حقق هذه الأهداف؟ يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية وهذه المؤسسات التي تم إنشاؤها أعتقد أنها أنشئت من أجل تحقيق أهداف المنتصرون وأعتقد أن أي من الحلفاء لا ينطبق عليها مطلقا قرارات هذه المؤسسات بقانون الدولي والإنساني والأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة كلها أصبحت اليوم نكتة يعني الجميع هنا ميكينج جغ يعني يتمسخرون بلغتنا بالعامية يتمسخرون عليها يعني بالتأكيد عندما نشاهد أكثر من 37 ألف شهيد في أقل من ثماني شهور ومئة ألف جريح في قطاع غزة ناهيك عن الضمار وقتل وقبر سبل الحياة في القطاع غزة الضفة الغربية وأنا توي عائد من مدينة الكدس وأنا من مدينة جنين ما رأيته في مدينة الكدس جاي غريب عجيب هناك اعتداء على كل من هو فلسطيني واعتداء على الإنسان وعلى التاريخ وعلى الهوية وعلى كل من هو فلسطيني إسرائيل ذاهب من إدارة الصراع على مدى 75 عاما إلى شيء يطلق عليه حسم الصراع إسرائيل تريد أن تحسم الصراع كليا مع الشعب الفلسطيني وهذه القوانين وهذه الأنظمة يعني هي عبارة عن خردة وأصبحت بالية ويجب إعادة تأهيلها واتصلاحها هذه يعني لا يعقل على الإطلاق أن تتحكم بضع دول في العالم كله اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما لاحظت أن هذه المؤسسات بدأت تقترب من حلفائها بدأت تلغي بهذه المؤسسات ويوم أمس كان هناك تصريح واضح من كبر سيد البيض الأبيض بما يتعلق بالإي سي سي الإنترناشنال كورد جاستيس محكمة الجنايات الدولية خاصة بعد أن تحدث خان كريم خان المدعي العام عن مذكرات اعتقال لقادة إسرائيليين على سبيل المثال يانيتس ونتنياهو والجميع يعلم أن 124 دولة قد وقعت على ميثاك روما له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية يعني هناك هجوم على محكمة الجنايات الدولية اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوانين وهذه العنظمة وهذه المؤسسات خلقت من أجل يعني ضبط الإيقاع فيما يتعلق بالحلفاء ومحاولة محماية الحلفاء الذين انتصروا ما بعد الحرب العقمية الثانية هي لم تخلق للشعب الفلسطيني أو للشعب العربي بشكل عام والجميع لاحظت كيف يعني محكمة العدد الدولة اتخذت قرارات حاسمة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ولكن بعد مضي ثماني شهور لم تستطع هذه المؤسسات أن تؤثر قيد أنملة على أي قرار تتخذه إسرائيل بالضفة الغفية وفي قطاع غزة وفي هذه المجازر يعني التي أصبحت يعني وقحة على الأذن في العالم وكأن شيئا بسيط إسرائيل اليوم تكون بدفن الناس أحياء في مجمعات الشفاء وناصر وغيرها والغريب بالأمر أن منذوبة إسرائيل في الـ ICG أو محكمة العدل الدولية تقول أن الجيش الإسرائيلي قام بدعم 12 منظومة صحية داخل قطاع غزة وتجهيزها في اللحظة التي كانت الجرافات تدفن أناس أحياء داخل مجمعات الشفاء وما تكشف بعد أن انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية من مجمع الشفاء شيء يشيب له الرأس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر